لكن زي ما تعودتوا ضربة البداية مع مقالي ومقاله هدية الأهلي للمصريين بالإمارات الأهلي على هامش المشاركة في كأس العلم للأندية في أبوظب استغلوا الفرصة جيدا لإتاحة الفرصة للمصريين والغير المصريين للحياة الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي واللي عندهم الرغبة في أنه يعملوا عضوية عاملة في النادي الأهلي أن النادي الأهلي يوصل لهم بإجراءاته وبنظامه وبتفاصيله لغاية هناك في سابقة جيدة جدا تم تكليف الأساز طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي والمسؤول عن لجنة شؤونه العضوية أنه يكون على رأس وفد معاه من المريان ديمتري نائب مدير التسويق ومحمد رمضان نائب مدير الاشتراكات الاثنين حيكونوا موجودين على رأس هذا الوفد اللي حيتواجد فيه أماكن حنقولك عليها بالنسبة للمصريين اللي في الإمارات اللي عندهم الرغبة يستغلوا فرصة الانضمام لعضوية النادي الآلي قبل انتهاء المدة الحالية وسريان الأسعار الجديدة تقدر تروح كمصري مقيم بدل ما كنت حتنزل مصر وحضيع عليك الفرصة أو حتتكلف أنك تيجي أو محتاج تروح السفارة تعمل توكيل وتبعت الورق بتاعك ازاي لا النادي الآلي رايح لك بكل تفاصيله لغاية عنك أو على ما تيجي كل الأسعار اتغيرت فما تستفدش من العرض فتوفيرا لهذه الفرصة أعلن الآل عن موعد وأماكن لقاء وفد النادي بعضاء الجالية المصرية في الإمارات للحصول على عضويات النادي لمن يرغم تم تحديد موعد اللقاءات اللي هتعقدها هذه اللجنة يوم 2.3 و4 فبراير 2.3 و4 فبراير ده في النادي المصري في دبي يعني كل المصريين اللي في الإمارات اللي عايز يعمل عضوية النادي الآلي يروح يقابل وفد النادي الآلي اللي حيكون موجود يوم 2 ويوم 3 ويوم 4 فبراير في مقر النادي المصري في دبي وده مقر كل الأخوة المصريين في الإمارات عارفينه كويس يوم 6 فبراير حيكون في أكاديمية النادي الآلي في دبي وده برضو مقر للأكاديمية المصريين عارفينه يوم 7 هيكون النادي المصري في عجمان يعني النادي بيوصل بعضويته وبتفاصيله وبلجنته لكل المصريين اللي موجودين في مختلف الإمارات العربية الشقيقة في عجمان في العين في دبي في أبوظبي الوفد موجود عشان يستقبل كل الراغبين في الانضمام لعضوية النادي الآلي وعائلة النادي الآلي سواء العضوية العاملة الكاملة أو فرع الأهلي في الشيخ زايد أو فرع الأهلي الجديد في التجمع الفرصة متاحة حسب الأسعار السارية قبل ما تنتهي المهلة هذه هي الفرصة الزهبية للمصريين العاملين في الإمارات ده يا أستاذ إبراهيم بيؤكد على النادي الآلي بياخد خطوة سابقة تستبق تستبق الأمور أنت دلوقتي بتروح بالتسويق إلى خارج حدودك في المناطق اللي فيها ناس وفيها أسواق مش قادرة توصلك عمالتها في الأكاديميات قديك بتعملها دلوقتي في العضويات وده يعني ده عمل مؤسسي ما هو ده عمل مؤسسي بالضبط أنت نظامك كده وتخالج كمية المجهود المسؤولي النادي الآلي هيعملوه في التحرك لأماكن وجود الجالية المصرية في الإمارات الشقيقة علشان تيسر فرصة رغيب الانضمام للنادي الآلي يعني أرجو أن الحتة دي تبقى واضحة جدا ونساعد المسؤولين فيه فيه هناك مصريين محبين يساعدون برضو في أنه يجمعوا لهم الناس ونشر هذا الأمر بين الجالية المصرية عشان يجمعوا في يوم واحد في وقت واحد يقدروا يستفيدوا من هذا النظام قبل اللحظات احنا شفنا وصول البعثة مغادرة البعثة القاهرة غدرت القاهرة الساعة 4 ونصف والوصول كمان جه والوصول ونحن بنتكلم فبالسلامة بإذن الله وربنا وفقهم في ما ينتظرهم من مسؤوليات موسيقى